فريق الوداد من الفرق التي تعرضت لأمور صعبة كثيرة هذا الموسم وتغيير أكثر من مدرب العادي في مثل هذه الأمور أن تغيير المدربين يؤثر على الفريق سلبا ورغم عن ذلك الوداد قدم مباريات كبيرة في دور أبطال أفريقيا تحديدا كيف فعلته هذا الأمر كلاعبين؟ من الواضح أننا كلاعبين مسألة تغيير المدربين نركز نحن متلاحمون كلاعبين بغض النظر عن مسألة تغيير المدربين الفنيين في النهاية كل مدرب يأتي وله طريقته وله أسلوبه ولكن الفريق نفسه لم يتغير اللاعبين نفسهم لم يتغيروا اللاعبون دائما هم لعبون من أفضل اللاعبين في المغرب لعبون داد كذابلنكا من أفضل لعبين المغرب ومستعدون للعمل مع أي جهاز فني ومع أي مدرب وبأي طريقة يطلبها وإن شاء الله ستكون الكلمة العليا لنا في كذابلنكا أرزيم